زوم ضد الرجل الأعمال مثلا الإسرائيلي في ديسانبغ يعني أنهم يعني أنهم يجوئون يعني أنهم يجوئون والحديث عن كولوار معناها ماريتم نحو غزة يعني وقت اللي صارت الحرب بريف نحكيوه على قبرص اللي هي جمهورية نظامها رئيسي والرئيس هو في نفس الوقت رئيس الدولة ورئيس الحكومة في قبرص وعندها أيضا برلمين يتم انتخابه كل خمس سنوي جمهورية قبرص مستقلة منذ عام 1960 لكنها مقصومة إلى جزئين دولين تصور نفس كلها تقعرف أنه فهم قبرص التركية وقبرص اليونانية وقتها جاءت القسمة هذي جاءت بعد تدخل تركيا عام 1974 وقتها كان فهم كودتها معناها صار من العسكر يعني من الجانت ميليتائر اليونانية فتركيا الدخلت ودعو التنسيون زادوا كبروا اليوم باكتشاف أيضا معتها كميات من الغاز معتها في حقول من الغاز في البحر معتها شرق قبرص يعني هنا نحكيه وعلى مصالح بتبيع وعلى حسابات دونك عام 1983 تم تأسيس ما يوسمى بالجمهورية التركية لقبرص الشمالية يعني هنا مستعرفة بها كان أنقر الجمهورية هذية فما معتها قبرصين أتراك فما معتها قبرصين اليونانيين اللي هما موجودين في جنوب البلاد اللي تقريبا فيها أقل من من مليون ساكن يعني عدد سكانها قليل الدخل معتناتج داخلي الخام للساكن هو و31459 دولار يتسمى كمان ناتج جمعتها مهم ما وقحة الجغرافي يعني القبرص معنها أي حد معنها بش يحكي لك عليها أول حاجة بش يقوله لك اللي هي كارفو قبرص يعني موجودة في تقاطع معنها الطرقات بين أوروبا بين الشرق الأوسط وما بين أفريقيا معروفة بالترانسبور مغيتيم يعني معتنا من القطاعات اللي اللي طورتهم أيضا طورت القطاع المالي متاحها وعندها كما قلت لك قبيلة معتنا دي جزمان متاع غاز طبيعي اللي ما زلوا ما همش مستغلين توا يد العاملة اللي فيها مؤهلة جدا وتتكلم خاصة اللغات وخاصة منهم الإنجليزي طبعا معنها تقسيم الجزيرة إلى جسعين يعتبر نقطة نقطة ضعف بالنسبة لها عندها معنها علاقات مع روسيا مع أوكرانيا مع البريطانيا يعني لأنها تقريبا مستمتها ماليا وتجاريا يعني تتعامل معهم برشا في السياحة أيضا في الخدمات المالية القبرص معروفة أيضا بالبريقراطية متاحة وبال مثلا لبروسيدور جودية متاحة يعني يعني طويل كما كما تونس إجراءات القانونية تخذ برشا وقت تطبيق يعني سيء مثلا لل يعني للعقود أيضا هي بلاد مدونيتها مثلا الدولة متاحة عندها مدونية كبيرة البنوك أيضا وزيدة عيشيل معناها نقول عائلات لازمها تنوع اقتصادها أكثر دونك نرجع شوي التاريخ هي بلاد راه تاريخ غني برشا يتعاقب عليها برشا حضارات قبرص كونها موجودة في كغفوغ أو في تقاطع طرق هذي أعطى نوع من الديناميكية الاقتصادها كما قلت هو يرتكز على السياحة على الخدمات المالية وعلى النقل البحري وهذا اللي خلى معتا نيفود تقريبا نيفود في معناه في قبرص متاع النيس دونك تاريخها يرجع معتا والحضارات ترجع لما قبل التاريخ تعطي وعليها رومين والاغريق بطبيعة ورومين البيزنطين مرورا برشا حضاراتي العثمانيين الى الانجليز دونك نموزجها الاقتصادي عنده برشا اعمدة معناها برشا مفاتيح واهمهم هو القطاع السيحي اللي كل عام يعني يجرب الملايين من الزوار اللي يمشيوا معتا السيحة البحرية معتا التوائز بالنياغ بطبيعة يتعرفوا على ثقافة الجزيرة الخدمات المالية هو قطاع هام جدا في قبرص اللي فرض تروح معناها كمركز مالي معتا كمركز مالي عالمي لانها عندها نظام ضريبي يشجع يعني يشجع على الاستثمار وان قربها ايضا من الاسواق سوق الافريقية سوق معتا الشرق الاوسطية ايضا نقل البحري كما قلت هو قطاع مهم فيها يعني من المواني الكبيرة يعني في البحر الابيض المتوسط جيوس سياسيا يعني الوضع معقد شوية خاصة القسمة امتع الجزيرة على جزئين يعني الشمالي والجنوبي اللي خلت ديما فما توترات يعني ديما محاولات لتوحيد الجزيرة مرة اخرى لكن ما زالوا معطاو حتى شيء المحاولات هذه قريبة كما قلت من اوروبا لكن قريبة ايضا من سوريا ومن تركيا اكثر وليزموا يحاول يتحدى معطا التنسيون اللي قاعد معطا يواجه فيها بحكم قربه من القارات تقريبا السليث كنت قبل حكيت على اسرائيل وعلى الكينا السهلون وفما علاقات معناية تاريخية وثقافية قديمة ما بين الجهتين وقت الاحتلال العثماني والبريطاني يعني قبرس كانت مكان عبور لليهود اللي يمشيوا الاسرائيل يعني كانوا معطا يعملوا تخانزيت في قبرس دونك الاف من اليهود تعديوا بقبرس قبل ما يمشيوا الاسرائيل هي معطرفة بالكينا الصهيوني ايضا تتعامل معها امنيا وطاقيا وحتى سياحيا وكي ما قلت لك معناها اسرائيل كانتشوفوا معناها المقالات اللي تكتبت في الاخرانين كلتو تلقى اسرائيل معناها خايفة على لغسورتي سنتحة من الاعمال الارهابية ان يمشيوا سياحة او اعمال الى قبرس خلنا نختمه بحاجة هاجر معشك مازال عندك حاجة اخر بشي قولها فيما يخص قبرس ولا لا لكن فما زدها منذ تقريبا اسبوع وهذا يحيلنا على قضية اخر هي قضية اللجوء فما اكثر من مئة مهاجر سوري تلموا وصلوا تم انقاذهم قدام السواحل القبرسية بعد ما خرجوا من لبنان ونعرفوا اللي فما نوع من النزاع اليوم بين الدولتين فما اتفاق سابق فيما يخص اللاجئين لكن اعتبروا اللبنان ما احترمتوش الاتفاق هذية واكثر من هكذا فما ناس عالقين اليوم نحكي على السوريين عالقين على خطر وصلوا للسواحل القبرسية مباشرة انتش لهم خذيوهم ومشيوا قوارب ولا ديبات ومعن تاسفن رجعتهم للسواحل اللبنانية وتم رفضهم على السواحل اللبنانية تم رفض قبولهم انهم يرجعوا لللبنان دوك اليوم يلقوا رواحهم من دون ارض من دون بلاد هاربين من مكان للمكان لاجئين من مكان للمكان واليوم حتى انه بشي رجعوهم من نجاو ما يقبلهمش لا لي لاجئولو ولا ليخرجوا من عندهم معناها يقعدوا يدوروا في البحر الى ما نطع ان يرضى عليهم حد معناها ترضى عليهم بلاد من البلدان على الفكرة قبل استعمال اليورو يعني في الزنغو في الاتحاد الاوروبي شكرا لك شكرا لك هجر شكرا لك هكذا نكون وصلنا لاخر ما عدنا بنسبة لليوم شكرا لعلي بيجا في الاخراج سيدي نحتيت ايضا في الاخراج لتحقت بينا سليم بن عمار في الاخراج الرقمي هجر بوجمعة زينب باستي من الغرب وريم سعيدية كنا معكم نورة الميكو ملتقى ان شاء الله قدوا في نفس الوقت من نصف نار حتى المتساعتين بي بي اشتركوا في القناة